بدأت عملية تنمية وانفتاح منطقة بودون بشانغاي في الثامن عشر من ابريل عام الف وتسعمائة وتسعين وتم تأسيس اول منطقة مخازن جمركية في الصين بوايقاو تشاو ببودون وفي مايو عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين قامت شركة ايتوتشو اليابانية احدى اكبر خمس شركات تجارية في اليابان بتسجيل وتأسيس شركة ايتوتشو بشانغاي في وايقاو تشاو التي تعد اول شركة تجارية اجنبية التمويل بالكامل في الصين نعتم بسوق صينية وخاصة شانغاي قدمت شانغاي فرصة افضل لتوصيل عمالي اقليمية لشركة ايتوتشو كما قدمت دام كبيرا لتنمية مستمرة لشركة في الصين في الوقت الحاضر اسس اكثر من ستمائة شركة متعددة الجنسيات مقراتها الاقليمية ومراكز البحوث والتطوير التابعة لها في منطقة بودون ومع دخول العصر الجديد اسست اللجنة المركزية للحزب الشيوع الصيني وفي القلب منها الرفيق شي جنبين اول منطقة تجارة حرة للبلاد في بودون في الوقت نفسه ظلت منطقة بودون تعمل على تحسين بيئة الاعمال وفي الوقت الحاضر يمكن التعامل مع جميع اجراءات الموافقة بشأن المؤسسات في بودون عبر الانترنت منذ وقت ليس ببعيد اصدرت حكومة شانغهاي البنود الثلاثين المالية مما صرع في بناء مركز شانغهاي المالي العالمي الذي تعتبر منطقة بودون رائدة فيه ثم استقرت شركة جي بي موغان للأوراق المالية بالصين في بودون لتصبح واحدة من الدفعة الاولى من شركات الأوراق المالية المشتركة القابضة لرأس المال الاجنبي التي اسستها الصين حديثا تعتبر شركتنا ينفتع الصين فرصة جيدة في ادخال الاستثمار الاجنبي الى الصين ولن يتغير هذا الاتجاه على المطة التغيل لذلك نقوم بتوسيع حصاتنا الاستثمارية ايضا بعد ثلاثين عاما من العمل الشاك ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة بودون من 6.024 مليار ايوان صيني في عام 1990 الى 1.27 تريليون ايوان صيني في عام 2019 الجدير بالذكر ان منطقة بودونغ التي تمثل مساحتها واحدا من ثمانية الاف من الاراضي الصينية شكلت واحدا من ثمانين من الناتج المحلي الاجمالي وواحدا من خمسة عشر من اجمالي حجم الواردات والصادرات من التجارة الخارجية للبلاد